السلام عليكم جربنا مؤخرا أحدث نسخة من لعبة بوردر لانس 3 المنتظرة في حدث خاص وقيم في لندن وتم دعوتنا له اللعبة تعتبر جزء رابع في السلسلة لكن أحداث هذا الجزء تتبه أحداث بوردر لانس 2 من 2012 بوردر لانس 3 ما رح تحدك على تواجدك في كوكب واحد مثل الأجزاء القديمة خلال لعبك بتزور كواكب عدة اللي نعرف منهم حتى الآن هم إيدن سيكس وبروميثيا وأثيناز وأخيرا الكوكب اللي تبدأ منه وهو باندورا رح تكون عندك سفينة فضائية اسمها سانكشوري 3 وهي مقرك الأساسي طول اللعبة السفينة تجمع مجموعة من الشخصيات اللي قابلتها في عالم بوردر لانس رح تحصل باعة الأسلحة الروسي ماركس وشخصية إلي مهندسة السفينة وتقدر تاخذ من عندها مركبات تقدر تستخدمهم وتتنقل فيهم في اللعبة السفينة أيضا فيها معلات تبيع لك أسلحة وتقدر في السفينة أيضا أنك تلعب بعض الألعاب المصغرة مثل اللي في محل ماكسي اللي بتسليك بين المهمات الرئيسية أسلوب اللعب مشابه للجزاء القديمة رح تقاتل أعداد كبيرة من الوحوش والأعداء ومع كل طلقة تشوف رقام تبين مدى تأثير الضربات مثل ألعاب الار بي جي الحركة صارت أسرع وتقدر الآن تتزحلق التفادي طلقات الأعداء وضرباتهم أيضا يمديك تتسلك بعض البيوت والأماكن المرتفعة حتى يكون عندك نظرة شاملة حول المنطقة اللي أنت فيها ومنها تقنص الأعداء على راحتك وشي بيعجب كثير منكم أخيرا أضافوا نظام بينك واللي بيخليك تقدر تحدد للعبين الثانين أماكن غناء معينة هذا الجزء يقدم أربع شخصيات جديدة كل وحدة منهم تعطيك خيار بين ثلاث قدرات معينة على عكس الأجزاء الماضية كل شخصية لها قدرة وحدة كان بتكلم الآن عن الشخصيات الأربعة الشخصية الأولى هو فلاك وهو رجل آلي يحب القتل ويخليك تختار من بين ثلاث أنواع وحوش مختلفة تساعدك في القتال مؤدسات هذه الشخصية هو اليوتيوبر المشهور بروز دي دي الشخصية الثانية هي أمارة وصنفها سايرن وتتميز بالقتال على المدى القريب وعندها قدرة خاصة تسمح لها تطلع ست أيادي وعن طريقها تقدر تثبت الوحوش مكانهم أو تنفذ لك ضربات خارقة تقتل فيها الأعداء بشكل سريع الشخصية الثالثة هي زين وهي الشخصية الوحيدة اللي تقدر تختار لها مهرتين بدل وحدة زين يتخصص في تشتيت الوحوش تقدر تطلع نسخة منك تضرب الأعداء ولك الحرية في تبديل مكانك مع النسخة الشبيهة في أي لحظة مهرتة الثانية هي إرسال درون يطلق على الوحوش وبجرد تحديدك عليهم الشخصية الأخيرة هي موز وهي جندي تقدر تستدعي روبوت عملاق اسمها الدب الحديدي موز شخصية مدمرة وبسبب استعمال الدب الحديدي لأسلحة من العيار الثقيل على عكس باقي الشخصيات فهي ما تكسب مهارات جديدة مع تطوير الشخصية لكن في المقابل يتح لها خيارات أسلحة أكبر أيضا موز لها خصية رهيبة وهي أن الشخصيات الثانية تقدر تتعلق بالدب الحديدي وتستعمل أسلحتها وأكيد ما تصير لعبة وردرلانز إذا ما ذكرنا بأن هذا الجزء فيه أكثر من مليار سلاح الأسلحة مصممة بشكل عشوائي طبعا وممكن لاحظ بعضها متشابه لكن فعليا هي تفرق من ناحية التأثير وعدد الطلقات ومداها أيضا الأسلحة لها خصائص مختلفة مثل بعض الطلقات تكون نارية أو ثلجية أو كهربائية بالإضافة لتواجد خيار تغيير نوع الطلقات في بعض الأسلحة طبعا الشركات المنتجة للأسلحة كل واحدة منها تتخصص بأنواع وميزات معينة مثلا أحد الشركات تصنع أسلحة لها تأثير معين بمجرد ما ترميها على الأرض شركة ثانية تصنع أسلحة تمتص الطلقات عن طريق درع وتعالجك الجميل في اللعبة أنها ما فقدت حسها الفكاهي وهذا الشي خلانا نستمتع أكثر بتجربتنا لها من اللي شفنا اللعبة توعد بأنها تكون من أكبر ألعاب التصويب من هذا النوع طبعا كل اللي ينتظرونها اللعبة رح تصدر يوم 13 سبتمبر القادم يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة